قال موقع شباء انتل جينس إن الإدارة الأمريكية الحالية بدأت بتغيير موقفها تجاه جماعة الحوثي في اليمن وفي تقرير الله وضف الموقع أن إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية أثار غضب القيادة الأمريكية وشر التقرير إلى أن قلق وغضب واشنطن زاد بعد استيلاء الحوثيين على السفينة جالك سيليدر المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية كما قال تقرير موقع شباء انتل جينس إن الإدارة الأمريكية قد تغير أولوياتها بشأن الحرب في اليمن وتتحول من محاولة المساعدة في إنهائها إلى معاقبة جماعة الحوثي وأكد التقرير أن التحول في السياسة الأمريكية تجاه الملف اليمني إلى إطارة أمد الحرب يهدد محادثات السلام اليمنية ووضح تقرير الموقع أن مفاوضي السلام عبروا عن قلقهم بشأن مصير عملية السلام في اليمن بعد هجمات الحوثيين على إسرائيل ترجمة نانسي قنقر